وسط الغموض الذي يحيط بمستقبل العملية السياسية في العراق ما تزال فرص اندلاع مزيد من العنف بين الفرقاء المتنافسين من الأحزاب عالية جدا وفقا لتقارير نشرها موقعا ذا ناشنال وبايونير الإخباريان والذي أكدا فيها أن حكومة الكاظمي عاجزة عن فعل شيء وما يحصل من فوضى يذكر المجتمع الدولي بما يمر به العراق منذ عام 2003 مشيرين إلى أن توجيه الصدر لأتباعه بمغادرة المنطقة الخضراء قد يبدو تكتيكا جديدا من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة من الصدام مع منافسيها بعد مقتل ثلاثين شخصا على الأقل أغلبهم من أنصاره في الاشتباكات التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بعد إعلان الصدر ما قال إنه اعتزال للنشاط السياسي ويقول التقرير إن نقطة تحول الانسداد السياسي قد تكمن في تنحي الكاظم عن منصبه والذي أشار له بأنه قد يقدم عليه في حال اندلع العنف مرة أخرى في محاولة للنأي بنفسه عن تداعيات الصراع وخروجه بأقل الخسائر وهو ما يعد مكسبا كبيرا لقوى الإطار التنسيقية من جانبه ذكر المجدس الأطلسي لمبادرة العراق أن الصدر غالبا ما يلجأ إلى استثارة عواطف أتباعه الذين يريدون فعل أي شيء من أجل إبقاء زعيمهم في مقدمة المشهد السياسي بينما يرى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الوضع في العراق متقلب ويزداد تعقيدا وأن احتمالية وقوع مواجهات مسلحة بين ميليشيات الأحزاب من جديد ما تزال عالية خاصة وأنه من الواضح بأن الصدر لا يرغب بالتخلي عن السياسة ما يعني أن الأيام القادمة قد تفجر الصدامة من جديد في ظل تمسك كل طرف بموقفه وفشل جهود ردم الهوة بين شركاء الأمس وأعداء اليوم شكرا